اشتركوا في القناة صفحة 58 لاسلة الوردة في الامتحانات التجربية للعام الماضي وامتحان الدور الاول على الباب الاول بولي هنا السؤال الاول العنصر الانتقالي الذي يستخدم فيها دراجة الزيوت النباتية طبعا هو النيكل انت عارف ان النيكل عدد الزر 28 هيكون التوزيع بتاو هيكون ارجون 18 4S2 3D8 طبعا النيكل هنا الراجل بيقول لي رمز له برمز افتراضي مجبتلاتة هيفقد 3 الالكترونات يبه هيفقد 2 من ال S و 1 من ال D هيبه التوزيع بتاو ارجون 18 4S0 3D طبعا 1 لما يفقد من 8 بهنا كده كام 7 هيبه التوزيع بتاو يكون الف السؤال اللي بعد كده بولي التركيب الالكتروني دعيون عنصر انتقالي X بولي X طبعا هنا يا شباب هنحسب عدد تأكسد X هنقول الاكسجين معروف بسالب 2 سالب 2 في 3 يبقى كده سالب 6 هيبقى عندي X موجب 2 هيبقى او X 2 هيبقى موجب 6 هيبقى X الواحدة بتساوي موجب 6 تعالى الاثنين بيساوي كده موجب 3 بولي العنصر بتاعنا ده عدد تأكسده موجب 3 وعنده 3 الكترونات مفردة بولي فان العنصر يقع فيه الجدول الدوري في المجموع انهين هو هيبقى X موجب 3 وعنده 3 الكترونات مفردة الضيين بعد الجدول الدوري حتى الـ 3 الكترونات مفردة المستحيل يبقوا موجودين في الـ همال هيكونوا موجودين فيًا هيكونوا موجودين في الـ وانتعرف ان العنصر اللى لما بيفقد 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 من الـ س بتاعه فاضي يبقى relyingعصر ده هيبقى عنده 3 الكترونات في D العنصر لو رجعنا له 3 الكترونات عشان يبقى X هابقى يبقى海ص نہیں هتاخد اثنين والدي هتاخد واحد على الثلاثة اصبحها كده اربعة اذا العنصر بتاعنا التوزيع الحقيقي بتاعه يبقى اس وان والدي فايف العنصر ده يشبه مين يشبه الكروم العنصر الكروم بيبقى موجود في المجموعة نهيه بيبقى موجود في المجموعة ستة ايه ستة بيه عفوا طيب انا ما عنديش مجموعة هنا ستة وبقول لي فان العنصر يقع في الجدول الدوري في المجموعة رقم طبعا احنا قلنا ستة طيب ستة مش موجودة يبقى انا قدامي كمان حل هبدأ احلي بشكل مختلف هو قال لي ان الدي عنده فيه تلاتة الكترونات مفرضة لاحتمال الاولان لما افترضت ان الدي فها تلاتة منفعش هقول له ان الدي بتاعتنا هيبقى فيها تمن سبع الكترونات ليه سبع مصدر عشان السبع دول لما نجي نوزعهم ركز معا كده اول هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع هيبقى عنده كده كم الكترون مفرد تلاتة يبقى العنصر اكس مجاب تلاتة كان عنده في الدي بتاعته كم تلاتة الكترونات مفردة بالشكل ده طيب لو احنا قلنا اكس بس يبقى الاس هتاخد اتنين تمام والدي تاخد كمان كم واحد واحد على السبع اللي موجودة فيها هيبقى كده عندي كم الكترون تمانية يبقى هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية يبقى انا عندي كده الاس فاتنين ودي فيها تمانية مجموعة الالكترونات كده كم عشرة يبقى يقع في العمود العاشر اللي هو المجموعة التمنى يبقى هنا كده يقصد المجموعة او العمود يبقى هنا بيعد الاعمدة بتاعتي يبقى هنا كده نقول له كم عشرة طبعا هو لو جاب المجموعة التمنى هنخترها له برده نروح بعد كده لي السؤال رقم تلاتة بيقول للرسم البياني المقابل بيوضح العلاقة ما بين العدد الزاري لتلات عناصر انتقالية متتالية يبقى هنا كده العدد الزاري وبعض اعداد تأكسد فان المجموعات المحتمل وجودها فيها هي طيب احنا عندنا هنا كده حال التأكسد موجب كام موجب ستة وحال التأكسد موجب كام سبعة من هنا يا جماعة اللي بعطلنا حال التأكسد موجب سبعة يبقى ده المانجنيز اللي قبل المانجنيز مين؟ اللي قبل المانجنيز الكروم واللي بعده مين؟ الحديد يبقى انا كده عرفت العناصر تبدا في المجموعة نهي في المجموعة ستة بي تبقوا ده في المجموعة نهي في المجموعة سبعة بي تبقوا ده في المجموعة نهي في المجموعة التمنى يبقى حضرتك كده X بيقع في المجموعة 6B هذا X هو ده في المجموعة 6B تمام وده في المجموعة 7B وده في المجموعة 8 يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ألف نروح بعد كده ليه السؤال رقم 4 بقول لعنصر X انتقالي يقع في الدورة الرابعة وله أعلى حالة أكسد ممكنة بأنصر X انتقالي يقع في الدورة الرابعة وله أعلى حالة أكسد ممكنة يبقى العنصر بتاعنا ده المنجنيز لأن أعلى حالة أكسد ممكنة اللي هو بتكلم عنها بتكون مجب 7 طيب ويمكنه أن يكون جميع المركبات التالية طبعا المنجنيز منه حالات أكسد وحدية هقول له لا ماليش حالة أكسد وحدية جبه يكون كل دولا معددة لحالة أكسد مجب 2 أيوة لحالة أكسد مجب 3 وماله لحالة أكسد مجب 4 اتنين وماله يبقى حضرتك دلوقتي هيبقى كله معددة من ألف نروح بعد كده للسؤال الرقم 5 بقول لي إذا كان X و Y و Z و L تمثل أربع عناصر انتقالية أكسدها بالشكل ده يبقى لقل هنا كده حالة أكسده كام خلي بالك هنا سالب 2 يبقى ده مجب 2 مجب 2 عل 2 بمجب 1 أمام ما تنساش دي يبقى هنا حالة أكسد الأكسجين سالب 2 يبقى اللي جنبه مجب 2 بس عل 2 يبقى مجب 1 هنا سالب 2 في 2 يبقى بسالب 4 يبقى الزد بمجب 4 هنا سالب 2 في 3 يبقى بسالب 6 يبقى اللي جنبه مجب 6 عل 2 يبقى ال Y بمجب كام 3 هنا سالب 2 في 5 يبقى بسالب 10 يبقى اللي جنبه بمجب 10 عل 2 يبقى بمجب كام 5 يبقى انا عاوز بس العنصر الانتقائي زر واحدة منه بس تمام كده تمام فبيقول لنا فان الترتيب الصحيح لعداد التأكسد في هذه الاكسيد هو طبعا هنقول له ال ال اقل من ال y يبقى ال ال اقل من ال ال اقل من ال y وال y اقل من الزد والزد اقل من الزد بموجب اربعة اقل من ال اكس اللي هي بموجب كام خمسة يبقى ندور على الاختيار ده يبقى ال اقل من ال y اقل من الزد اقل من ال اكس يبقى الاختيار هو الاختيار الصحيح راح وبعد كده للسؤال رقم للسؤال رقم ستة بقول عنصر انتقالي رئيسي احد حالات تأكسده موجب ثلاثة تسبب في جعل المستوى الفرعي دي يحتوي على اثنين الكترون اذا موجب ثلاثة يبقى العنصر بتاعنا اكس موجب ثلاثة خلى المستوى الفرعي دي بتعفي كم الكترون يحتوي على اثنين الكترون تمام يبقى ال اكس بس كان بكام كان بفور اس هنا لو افترضنا ان هو انتقالي رئيسي من السلسلة الاولى هنقول ان الاس بتاعته كان فيها اثنين والدي بتاعته كان فيها تلاتة ليه حقيت تلاتة هو احنا قلنا الايون بتاعه اس فاضي والدي بتاعته فاتنين لما اجا رجع الالكترونات اللي كان فقدها يبقى الشكل ده كده طيب بالعنصر ده بفكرنا بمين بفكرنا بالفاناديوم فان جهد التاين العنصر يكون مرتفع جدا لما بيكسر مستوى طاقة مكتمل طبعا هيكسر مستوى طاقة مكتمل بعد خروج خمس الكترونات بتوعه يبقى هنا كده يكون مرتفع جدا في حالة اكسل موجب كام موجب ستة يبقى الخامسة هيخرجه والسادس يكسر مستوى طاقة مكتمل فيكون مرتفع جدا يبقى الإجابة بتاعتها تكون ألف سؤال رقم سبع بولي العنصر اكس من عناصر السلسلة الانتقالية الاولى ويصعب اختزاله من اكس موجب ثلاثة الى اكس موجب اتنين طيب طالما اكس موجب ثلاثة مستقر يبقى يصد كده من الحديد يبقى الحديد اكسر استقرارا حديد السلسة اكسر استقرارا من الحديد السنائي طيب يبقى العنصر بتاعنا اقولنا هيكون مين حديد مباشر ليه لانه هو في كتاب المدرسة مباشرة كده شباب قال يسهل اكسادة السلسة الى سلسة وبالتالي يصعب اختزال السلسة الى سنائي لان السلسة اكسر استقرار من السلسة والكلام ده في الحديد عكسه في المنجنيز سؤال رقم 8 بقول للعنصر X من فلزات العملة وهو عنصر انتقالي طبعا احنا عارفين فلزات العملة بتكون نحاس فضة ذهب ليه عناصر المجموعة 1B عناصر ديت بيكون فقه حالات تأكسر موجب 1 و 2 للنحاس موجب 1 و 2 و 3 لباقي العناصر طبعا حالة تأكسر موجب 1 لا تثبت انه انتقالي اما حالتين تأكسر موجب 2 و موجب 3 هما اللي بيثبتوا انه انتقالي ليه لان العناصر ديت بيبقى فيها الاس بتاعتها فيها 1 والدي بتاعتها بيكون فيها 10 فلما تفقد 1 يظل الدي تام لامتلاء وهذا لا يثبت انه انتقال اللي يثبت انه انتقالي انه يفقد 1 من الاس و 1 من الدي او 1 من الاس و 2 من الدي وخلي بالك هنا هنختار له حالة تأكسر موجب 2 و موجب 3 اللي هي ألف هنا كده الاكسجين سلب 2 يبقى ده بموجب 2 هنا سلب 2 في 3 يبقى بسلب 6 يبقى ده بموجب 6 عن الاتنين يبقى كده موجب كام 3 يبقى احنا اختارنا ألف انا هقول لك معلومة وخليك فاكرة لان المعلومة ده مهمة المعلومة ده بتقول ايه عناصر العملة عناصر انتقالية سواء كانت في الحالة الزرية او في احدى حالات تأكسدها ولكن الحالة الزرية وحالة تأكسد موجب 1 لا تصلح لإثبات انها انتقالية مش بتعرفني انها انتقالية نروح بعد كده دي السؤال رقم 9 بقول لي هنا اي العناصر الانتقالية الاتية له اكبر جهد تأيون اول طبعا يا جماعة جهد التأيون الاول بيتقف على نصف القطر هقول لك توجد علاقة عكسية بين نصف القطر توجد علاقة عكسية بين نصف القطر وجهد التأيون الاول فتقول كلما زاد نصف القطر قل جهد التأيون والعكس صحيح بمعنى يا مستر لو انا قلتلك يا حبيبي ان العناصر بتاعتنا نصف القطر بتاعها بيكون بالشكل ده كده وانت ماشي بيقل وبعد كده بيسبت بيقل من السكانديوم لحد الكروم ويسبت من الكروم لحد النحاس وبقى في زيادة طفيفة كده عند الخرصين فهينا هجا اقول لك انا بدور على اكبر جهد تأيوني ببدور على قال لنص قطر قال لنص قطر هيبقى مين النيكل ولا الفناديوم ولا السكانديوم ولا التيتانيوم بتعندك سكانديوم تيتانيوم فناديوم كروم النيكل هنا كده النيكل قبل ان نحاسب النيكل اقل لنص قطر يبقى اكبر جهد تأيوني بقى الاختيار الف روح بعد كده للسؤال رقم 10 بل العنصر الانتقالي الاعلى في درجة الغليان والتركيب الالكتروني الايوني ارجون 18 اعلى درجة غليان يبقى اكبر ربط اكبر قوة في الربطة الفلزية يعني اكبر عدد من الكترونات التكافر تمام طيب العنصر ده بيقول لي ايونه كان ارجون كام 18 طيب العنصر ده هيبقى فلز يبقى منفعش ايون سالي بيبقى استبعد السؤال تمام كده طيب هو ارجون 18 ارجون 18 لو قلنا هو وي موجب يبقى كده عنده الكترون واحد بس يعني كده هيبقى ارجون 18 هنشيل علامة الموجب ونحط الالكترون فين في الفور اس طيب لو انا قلت هو اكس موجب ثلاثة هيبقى الاكس بس توزيع ارجون 18 هنرجع الالكترونات اللي كان فقدها كان فقد ثلاثة اتنين للاس واحد فين للدي يبقى ده اكبر عدد من الكترونات التكافر يبقى نختار له بقى اللي هو اكس موجب ثلاثة نروح بعد كده ليه السؤال رقم 11 بيقول ليه في السؤال رقم 11 عناصر اكس و وي وز عناصر انتقالية متتالية توجد في نهاية السلسلة الانتقالية الاولى ثلاثة عناصر انتقالية في نهاية السلسلة الانتقالية الاولى السلسلة الانتقالية الاولى كان بتنتهيب مين كان بتنتهيب الخرصين وهو غير انتقالي يبقى انطلع ده من اللعبة طيب يبقى اللي قبل الخرصين كان مين اللي قبل الخرصين كان نيكل وبعد كده نحاس وكان قبله كمان الكوبلت انتقالية متتالية توجد في نهاية السلسلة انتقالية اجبرها في العدد الزري هو X يبقى ده X يبقى ده X اللي هو النحاس كده كام 29 والنيكل كان قابله اللي هو Y كام 29 والكوبلت اللي هو Z كام 27 يبقى كده زبطت الدنيا بكاك بقول لها المركبات التالية X A2 Y A 2 Z A 2 فإن الترتيب الصحيح حسب العزم المغناطيسي لأي يوناتها العزم المغناطيسي بيتوقف على عدد الإلكترونات المفردة طيب أنا لما جأتكلم هنا أقولك ده موجب 2 يبقى العزم بتاعه 1 عنده إلكترون مفرد 1 يبقى أنها سيكون عنده إلكترون مفرد وده هيبقى عنده 2 إلكترون مفرد وده هيبقى عنده 3 إلكترونات مفردة خلاص كده يبقى أنا قلت ده كان عنده 9 إلكترونات 9 يبقى عنده إلكترون مفرد ده كان عنده كام؟ 8 8 يبقى منهم 2 مفردين لأنه نوزع فرادة طبقا لهند هنعمل فرادة وبعد كده نعمل ازدواج فهيزدوج 3 مع 3 يبقى 6 و 2 هيبقى مفردين دولا 7 هنعمل فرادة الأول 5 وبعد كده يزدوج 2 مع 2 يبقى 4 يتبقى 3 مفردين يبقى العزم المغناطيسي هيكون أكبر لمين؟ هيكون أكبر للز ده موجب 2 أكبر من الوي موجب 2 أكبر من الاكس موجب 2 والإجابة بتاعتها تكون ألف نروح بعد كده للسؤال رقم 12 بيقول لكل من ما يلي يهدف لتحسين الخواص الفيزيائي يعني مفيش تحميص يا شباب مفيش أكساد يا شباب تحميص أو الخواص الفيزيائي بيتم تحسينها عن طريق تكسير تلبيد تركيز مفيش تحميص لخام الحديد قبل اختزاله مع أكساد الشوائب بنختار له أكساد الشوائب رابط وتجميع الحبيبات دي تحسين خواص فيزيائية زيادة نسبة الحديد في الخام عن طريق التركيز ده خواص فيزيائية التكسير والطحن للسخور ده برضو بيكون خواص فيزيائية يبقى كده حضرتك 12 إجابته برضو إيه ألع راح بعد كده ليه السؤال رقم 13 بقول لي من العمليات الفيزيائية التي يمر بها خامات الحديد وتؤدي لتقليل القتلة التحميص أكسادة يبقى زيادة قتلة وبعدين ده بقول لي فيزيائية يعني التحميص خارج اللعبة التلبيد يعني إيه التلبيد إحنا بنجمع الجزيئات اللي موجودة ما بنضف لهاش حاجة التكسير بنقصر اللي موجود ما بنضف لهاش حاجة ولا بنشيل منه حاجة التوتر السطحي بنفصل الشوائب ولما بنفصل الشوائب يبقى الكتلة يحصل لإيه تقل يبقى كده ده هي الإجابة الصحيحة بروح بعد كده للسؤال رقم 14 أربع عناصر A و B و C و D تتميز بالصفات التالية العنصر A يقع في المجموعة 3A ثلاثة A يبقى يشبه كده الألمونيوم لأنه عنصر ممثل العنصر B بيكون مع القصدر سبيكتل برونز يبقى ده النحاس العنصر C يستخدم كعمل حفاز في صناعة النشادر يبقى ده حديد العنصر دي غير انتقالي يقع في الفئة دي يبقى ده الخارسين مثلا أو الكادميوم أو الزابق أي واحد من التلاتة طيب بيقول لي هنا لتغطيد جسم معدم بالنحاس لصفر طبعا النحاس لصفر بقى تباية يبقى نضيف العنصر مين نضيف العنصر B اللي هو النحاس لصفر اللي هو النحاس وخرصين يبقى نضيف العنصر B للعنصر D يبقى أنا كده عرفت إن ده خرصين يبقى نحاس وخرصين اللي هو مين ومين ال certainly B مع D يبقى الاختيار بتاعنا هيكون ألف نروح بعد كده للسؤال الخامس عشر بول الجدول المقابل يوضح أنصاف أكتر أربع عناصر انتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى A و B و C و D كما يلي يمكن أن يكون سبيكة استدالية مع ده كله بيكون سبيكة استدالية مع ده طبعا السباكة الاستدالية شروطها أنها تكون متقربة في نصف القطر والشكل البلوري والخاص الكيميائي ال A وال B متقربين ال A وال B وال D كلهم متقربين أي حاجة معها السي مش هتكون سبيكة استدالية لأن السي أكبر منهم فالسي لو كون مع أي حد منهم سبيكة تبقى سبيكة بيني أي واحد منهم يدخل بين زراته فهيكون سبيكة بيني يبقى احنا ندور على أي حاجة فيها السي أول حاجة جاءت لنا اللي هي الألف طيب ال A وال B قريبين من بعض سبيكة استدالية ال D وال A قريبين من بعض سبيكة استدالية ال B وال D قريبين من بعض سبيكة استدالية نروح بعد كده للسؤال الرقم 16 بقول هنا الشكل السابق الشكل المقابل لقدامي ده في الشكل السابق X Y Z 3 عناصر كيميائية مختلفة مستخدمة في صناعة 3 أنواع من السباية سبيك الأولى تنتج من خلط خلي بالك من خلط هنا خلط وهنا تفاعل تفاعل ده يبقى سبيك على طول بين في الزي طالما حصل تفاعل يبقى السباية بتاعتنا بين إيه؟ في الزي يبقى السابق 8 3 بين في الزي طيب بقول هنا هنخلط X مع وال هذا الX مع Y قريبين في الحجم يبقى ده يستبدأ إيه؟ استبدأ إيه؟ طيب الY مع الزد الY كبير والزد أصغر يبقى السابق 8 بينية يبقى حضرتك لما تيجي تختار هتقول لي السابق الأولى استبدأ إيه؟ يبقى أنت ستستبعد بينية وبين في الزي وتختار له ما بين جيم وإيه ودال تمام؟ طيب السبكة التانية بيني يبقى استبدالية بيني دي موجودة فين في جيم يبقى انت هتختار له كده جيم بدليل ان التالتة كمان طلعت ايه استبدالية يبقى جيم اللي جابه الصحيح بروح بعد كده لي السؤال رقم 17 بيقول لي هنا يمكن استخدام برادة الحديد في التمييز بين كلا من حمد كابريتيك مركز وحمد نيتيك مركز ايه ليه لان لو استخدمت برادة الحديد هتتفعل مع حمد الكابريتيك المركز وتكون كابريتات حديد صناعية وكابريتات حديد صلاسية وثاني اكسيد كابريت ومي وفي حالة حمد النيتريك هيحصل خمول ظاهري فمش هيحصل تفاعل ويستمر هذا التفاعل يبقى الاختيار الف والاختيار الصحيح طبعا حمد هيدروكلوريك مخفف وحمد كابريتيك مخفف الاتنين بيتفعله وبيطلع غاز الهيدروجين في الحالتين كابريتات حديد صناعية وكابريتات حديد صلاسية الحديد مش هيميز بينهم لان مش هيحصل تفاعل في الحالتين اكسيد حديد سلاسي وكابريتات حديد سلاسية برضو ومش هنا نروح بعد كده لسؤال رقم 18 بل للحصول على اكسيد حديد مغناطيسي من كلوريد حديد 3 فهن العمليات التي يجب اجراؤها على الترتيب انت هنا هتجرب تفاعل انت عاوز تبدأ بمين من كلوريد حديد 3 يبقى التفاعل مع حمد هيدروكلوريك انت لو فعلت حمد الهيدروكلوريك مع كلوريد حديد 3 مش هيحصل تفاعل يبقى الاولى مش نفع تفاعل مع قلوي احنا ممكن نجرب لو فعلت كلوريد حديد 3 مع قلوي هيكون لهيدروكسيد حديد 3 هيدروكسيد حديد 3 لو عملته تفكك هيعطلنا اكسيد حديد 3 لو اختزلت اكسيد حديد 3 عن درجة حرارة من 230 ل300 هيعطلنا اكسيد حديد مغناطيسي يبقى حضرتك بقى هي الاجابة الصحيحة ونروح بعد كده لسؤال رقم 19 بقول لنا ادرس المخطط المقابل ايا مما يأتي وعبر عن المركبات واحد واثنين وثلاثة على الترتيب انا عندي هنا الحديد هفعله مع الكلور هيعطي لنا كلوريد حديد ثلاثة تمام يا بطل طيب كلوريد حديد ثلاثة فعلته مع N-A-O-H لما فعله مع N-A-O-H هيعطي لنا F-E-O-H-B-3 هسخنه الاعلى من 200 يعني 350 هيعطي لنا F-E-O-3 يبقى المركبات بتاعتي واحد هيكون F-E-C-L-3 يبقى تستبعد الاولانية تروح على التانية تستبعد الاولى والاخير تشتغل على التانية والتالتة ده كلوريد حديد ثلاثة هيدروكسيد حديد ثلاثة اوكسيد حديد ثلاثة والاختيار باق والاختيار الصحيح جيم مش نافع لانهم يبدل لاتنين دول ببعض نروح بعد كده ليه السؤال رقم 20 بقول لي عند تسخين المركبات F-E-O-F-E-2-O-F-E-3-O-F-E-C-O-3 كل لان على احدة بشدة في الهواء الجو مقارنة كتلة الناتج الصلب بعد التسخين انا قلت لك معلومة قبل كده واحنا بنحل لأسئلة الدرس ان الانحلال يقلل الكتلة هو والاختزال اما الاكسدة تزيد الكتلة طبعا هو اجيب لكتلة لعشان احنا نبدأ نحسب بقول لي هنا لو انا سخنت F-E-O في الهواء فطبعا هيتأكسد فكتلة تزيد لو سخنت F-E-C-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O-F-E-O ولا تتأثر اي حاجة فعلا تتأثر هنشيلها بجانب يبقى الاولى والتانية غلط عشان كلمة لا تتأثر تزداد كتلة الفيسي اوسري انا قلت ده يحصل له انحلال فكتلته هتقل يبقى لي مش نافع تقل كتلة الفيسي اوسري فعلا وتزداد كتلة الفيسري او فور ده تمام يبقى الاجابة بتاعتك تكون دال نروح بعد كده ليه السؤال الاخير بولي عند تسخين اجزالات الحديد في الهوى طبعا اجزالات الحديد في الهوى بتاعتلنا اكسيد حديد سلاسي لانها بمعزل بتاعت سنائي في الهوى يتاعت سلاسي تكون مركب صلب اكس وعند اضافة حمض الكابريتيك مركز ساخن الى المركب اكس يتكون مركب اخر واي اللي هو كابريتات حديد سلاسية وبمقارنة خواص المركب بين اكس وواي بولي المركب اكس اكبر من واي في العزم طبعا ده سلاسي وده سلاسي متساويين في العزم باكبر ديت لا مركب اكس يساوي المركب واي في العزم وكلاهما ملون هنقوله الاجابة بقى الاجابة الصحيحة المركب اكس يساوي المركب واي في العزم وكلاهما غير ملون غير ملون لا خطأ يا مصدر معلش كلاهما هيكون ملون مركب اكس بيساوي المركب واي في العزم وكلاهما ملون هقوله فعلا ديت الاجابة الصحيحة ان ما شفتش غير ملون ديت طيب اتأكد بقى من ده المركب واي اكبر في العزم قلنا لا كلاهما سلاسي بقى نفس عدد الالكترونات المفردة يكونوا كده متساويين في العزم وكلاهما ملون كده انا بوصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في السلة الباب التاني والحلقات القادمة بالتوفيق شباب فيما وقادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته